سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية رسالة لوجا إلى فيوفيل الحلقة 14 أهلاً أهلاً يا جماعة أهلاً يا جماعة أهلاً يا جماعة أهلاً يا جماعة أهلاً أهلاً المرة الفاتتة يا جماعة أثناء العزومة في بيت الفريسي شوفنا كيف أن سيدنا عيسى عليه السلام واجه الفريسيين وعلماء الطورات والليلة حنشوف حصل شنو تاني في العزومة ديك أهلاً في واحد من الناس اللي كانوا موجودين في العزومة لما سمح كلام المواجهة بتاع سيدنا عيسى دا قال يا بختل بكون ليه نصيف في المملكة الموعودة يا بختل وسيدنا عيسى ردوا ضرب مثل للموجودين عشان يوضح إنه كتير من شعب بن إسرائيل بيفتكروا إنهم حيدخلوا المملكة المعودة لمجرد إنهم شعب الله المختار وحب يوضح ليهم إنه دا ما صحيح عشان كده جاب ليهم المغارنة في المثل دا في راجل عمل ليه عزومة وعزم ليه ناس كتار والمعزومين قبلوا الدعوة وفي وقت العزومة صاحب الدعوة رسل الخدام بتاعه عشان يقبل الناس المعزومين تعالوا دلوقتي كل شي جاهز لكن كلهم يعتذروا الأول قال للخدام أنا اشترت لي مزرعة ولازم أمشي أشوف أرجوك تبلغ سيدك بعزري والثاني قال أنا اشترت لي عشرة تيران لحرط الأرض والتقليبة ولازم أمشي أجرب التيران دي أرجوك تبلغ سيدك بعزري الثالث قال أنا أززوجك وما بقدر أجي ولأنه كل المعزومين اعتذروا الخدام المرجع اللي يشيدوا وكلهم بالحاصل وطبعا صاحب العزومة الزعيل جدا وقال للخدام دلوقتي قوم أمش بالسرعة لشه والعمدين وزواقاته ونادي المساكين والمشلولين والبعرجو والعميانين وجيبوا اللي هنا والخدام فعلا مشا ولما رجع قال لي سيدو يا سيدي أنا عمدت كل اللي قدت لي ولكن واضح إنه لسه نحنا عايزين زيادة ناس وسيدو قال ليه طيب دلوقتي أمش فتش الناس بر المدينة في الشوارع والمزارع وناديهم بأي طريقة اللي غاية ما البيت ديت ملي لكنهم ولا واحد من الناس اللي كانوا معزومين ويعتذروا ما حا يضوغ لقمة من العزومين وفي مرة كان في ناس كتار ماشيين مع سيدنا عيثة وسيدنا عيثة لفت عليهم وقليهم الزولة اللي بتتبعني لازم يحبني أكتر من نفسه ويحبني أكتر من أمه وأبوه زوجته وأولاده وأخوانه وأخواته بدون كده ما في له طريقة عشان يكون من أتباعي وكمان الماء بتنازل عن رغباته وحقوقه ويكون دايما مستعد للتضحية بين نفسه عشاني ما هيكون أبدا من أتباعي عشان كده ما تتبعوني قبل ما تتأكدوا فعلا من حبكم الحقيقي لي وإنكم مستعدين للتضحية بحياتكم في سبيلي طيب إذا فرضنا إنه في واحد منكم عايز يبني له بيت مش هيقعد في الأول ويدرب التكاليف عشان يشوف إنه عنده المال بيكفي للبنى ولا لا طبعا لازم يعمل كده لأنه إذا بس خط الساس وما قدر يتم البنى الناس حيضحقوا عليه ويقولوا شوفوا صاحبنا ده خط الساس وما قدر يتم البنى بتاعه ونفرض كمان إنه كان في ملك على أواب الحرب مع ملك تاني الملك ده مش هيقعد في الأول ويشوف إذا كان بيقدر يحارب بعشر ألف عسكري الملك التاني اللي عنده عشرين ألف طيب إذا كان مالا بيقدر حيعمل شنو؟ طبعا حيفكر في إنه يرسل له وفدي لخصمه وهو اللي السبعيد منه عشان يطلبوا التفاوض والصلح معه ده حيكون نفس الشي بالنسبة لكم إنتو ما حتقدروا تتبعوني إلا إذا تنازلتوا عن كل أملاقكم في سبيلي يا جماعة لازم تعرفوا إنه أتباعي زي الملح والملح بيطبيعتو شي مهم جدا لكن الملح إذا كان مخلوط بيش تاني وفقد طعمه هيكون ما عنده أي غيمة وتاني ما حينفع لي أي شي غير إنه يترمي في الكوشة خلوا باكم للكلام ده كويس يا جماعة الناس الضرايب والناس الغير مدينين كانوا دايما بيتلموا حول سيدنا إيسا عشان يسمعوا خطبوا لكن الفريسيين وعلماء التوراد كانوا دايما بيحتجوا ويقولوا الزول دا بيستقبل الناس الضالين والغير مدينين وبيرفع الكلفة معاهم خالص وياكل معاهم دا ممكن يكون عالم دين دا عشان كده سيدنا إيسا ضرب المثل دا يا جماعة إذا كان في زول عنده مية خروف وفي واحد من الخرفان دي راح الزول دا مش هيخلي التزع وتزعين خروف مع حارس في الخلة ويمشي يفتش الخروف الرعدة بالتأكيد وكمان لما يلقاهوا حيجي فرحان ويشايلوا فوق قطفوا لغاية بيته وينادي أصحابه وجيران ويقول لهم يا جماعة الحمد لله أنا اللي يدخلوا في الرائح قولوا لي بركة جماعة وانا يا جماعة بأكد لكم إنه بين نص الطريقة دي اللهم ملايكتو بيفرحوا بتوبة عاصي واحد أكتر من فرحهم بوجود تزع وتزعين صالحين وما محتاجين للتوبة وكمان نفرض إنه في مرة عندها عشرة عملات فضية العملات دي راحت منها قضعة واحدة بالتأكيد المرة دي حتولي عليها فانوس وتقش البيت وتفتش تفتيش شديد لغاية ما تلقاها وبمجرد ما تلقاها حتنادي جاراتها وصديقاتها وتقول ليهن الحمد لله أنا لقيت قطعة الفضة بتاعت الرائحة قولا لي بركة جماعتي وانا بأكد لكم إنه زي ما المرة دي فرحت لما لقت عملتها الرائحة بنفس الطريقة كمان الله وملايكتو بيفرحوا بتوبة العاصي وريورو وكمان وافل كلامه وقال يا جماعة كان في راجل عنده ولدين الولد الصغير ده في مرة قال لي أبوه يا أبوي أنا عايزك تديني نصيبي من الأملاك دلوقتي وأبوه فعلا قسم ووداه نصيبه وبعد كم يوم الولد الصغير ده أخذ كل حاجاته سافرة لبلد تعانيها وهناك ضيع قروشه كلها في الله ولو السوء حظه حصلت مجاعة شديدة في البلد دي والولد ده بيقى ما عنده أي شي عشان عيش بي عشان كده قام يشتغل هناك مع واحد من نصيب بلد في مزرعة بيقير عليه الخنازير لكن قلوش عمل دي ما كانت بتكفي حتى يلاكي عشان كده كان بيتمنى يملأ بطنه حتى لو من أكل الخنازير لأنه ما كان في زول بيديه أي شي ودخل له يفكر ويقول أبوي عنده عمال كتيرين وكلهم بيأكلوا لغاية ما يفضلوا وأنا هنا الجوع كاتني عشان كده يا حسن أرجع لأبوي وأقول له سامحني أنا عصيت الله وكمان قسرته في حقك وكنت ولد عاق عشان كده دلوقتي سامحني خليني أشتغل معاك زي أي واحد من عمالك وبعد التفكير ده قام رجع فعلا لي أبوي وأبوه لما شافه جاي ماشي من بعيد أخذته الرأفة وجرع عليه وحضنه بشوك شديد جدا وفي اللحظة دي الولد قال لي أبوي يا أبوي أرجوك أرجوك تسامحني لأني عصيت الله وكمان قسرته في حقك وكنت ولد عاق لكن أبوه قاطع كلامه وقال ليه وليهمك يا ابني وبعد ذاك أمر عبيده وقال ليهم يلا قوموا بيه السرعة وجيبوا لي ولدي ده أحسن قفطان عشان يلبسوا وكبان جيبوا ليه جزمة جميلة ولبسوه خاتم في أصبعه وجيبوا أسمن عيجل وضحه وخلونا كلنا نناكل ونفرح لأنه ولدي ده كان زي الميته حيا وكان ضال وربنا هداه وبعد كده صحب البيت وعبيده عملوا حفلة لكن الولد الكبير كان في المزرع وما كان عنده علم بالحاصل ولما رجع قرب من البيت سمع صوت الحفلة والغنى ونادى واحد من العبيد وسألوا عن الحاصل العبيد قال ليه أخوك جي من السفر وأبوك ضبح أسمن عيجل وعمل الحفلة دي لأنه ربنا رجعوا ليه باستلامه والولد الكبير زعل جدا وأبو ما يدخل لغاية ما أبوه طلع ليه برا وحنسه عشان يدخل لكنه قال لي أبوه يا أبوي أنا بخدم فيك الزمن ده كله وما حصل في مرة عصيتك في شي مع كده أنت ما قدتني ولا حتى تيس عشان أطبعه وأحتفل مع أصحابي لكن لما رجع ولدك ده الودر قروشه في الله ضبحت له أسمن عيجل لكن أبوه قال ليه يا ولدي الله يبارك فيك لأنك أنت دايما معي وأنا بأكد ليك إنه مالدة كله ليك أنت وممكن تصرف فيه في أي وقت أنت عايز بس طبعا الليلة دي كان لازم نفرح ونكون في غاية السعادة لأنه أخو كان زي الميت وحيا وكان ضال وإهتدف طيب يا جماعة أظن أنه كفاية لغاية هنا الليلة لحنواتف في المرة الجاية إن شاء الله الله خليكم إن شاء الله تحية زروق أخراك طوما درشيخ الدين موسيقى موسيقى